يستعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لزيارة مرتقبة إلى واشنطن لبحث عدة ملفات أبرزها الوجود الأمريكي ومدة بقائه في العراق ودعم البلاد لمواجهة الأزمات الحالية التي تعيشها البلاد من أزمة مالية وصحية في حين رجح مراقبون أن تتصدر قضية النفوذ الإيراني في العراق مشهد المباحثات بين الطرفين ربما سيكون رئيس السلطة محرج ما بين ما يعرض من الولايات المتحدة الأمريكية وما بين ما يدور في المحور السياسي الداخلي ربما قد تكون من أولويات الحقيبة للسلطة التنفيذية هي مناقشة الاتفاقية الستراتيجية وانهاء الوجود العسكري للولايات المتحدة الأمريكية على أراضي العراقية أيضا محاولة بيان الموقف الحقيقي لدعم العملية الانتخابية على احتبار أن المرحلة الراهنية تحتاج إلى الدعم الدولي قبل يوم واحد من مغادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن قائد فيلق القدس الإيراني يصل إلى العاصمة بغداد في زيارة مفاجئة وسط معلومات متضاربة عن لقائه بالكاظمي وهدف الزيارة واضح ومرتبط بزيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن بحسب مراقبين المطالب بإخراج القوات الأمريكية هذا ضرب من الخيال الفصائل المسلحة هي أجندتها هي التي أتت بالأمريكان وكل السياسين الموجودين حاليا والذين لديهم فصائل المسلحة هم جاءوا على الدبابة الأمريكية هذا واقع حال دعنا نتحدث بصراحة أمام جمهورنا بالتالي هذا نوع من التخبط هناك اتفاقية أمنية مع العراق والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2008 ويرى مراقبون بأن زيارة الكاظمي للولايات المتحدة هي أولى الخطوات التي ستبدأ بإضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة ولعب العراق لدور متوازي في بناء علاقات سياسية مبنية على أساس السيادة واحترام حقوق الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق فراس الدوليمي قناة الفلوجة بغداد